بسم الله الرحمن الرحيم الى شعبنا السوري البطل انطلاقا من الواجب الوطني للجيش السوري الحر وحماية للمتظاهرين العزل فقد قامت كتائبنا البطل بالعمليات التانية اولا قامت احدى فصائل كثيرة حمز الخطيب في جبل الزاوية قرية احسم دفاعا عن المتظاهرين السلميين بالتصدي لقوة من الامن والشبيحة وكبتتها خسائرا فادحة بالارواح والعتاد ثانيا قامت احدى فصائل الله اكبر في مدينة البوكمال بالتصدي لقوة من الامن السياسي اثناء قيامها بالقمع المتظاهرين وكبتتها خسائرا في الارواح والعتاد ثالثا تصدت احدى فصائل كثيرة حمز الخطيب في قرية مرعيان بسيارتين شاحنتين تقومان بنقل عناصر القمع من الامن والشبيحة واوقعت فيها الخسائر الكبيرة بالعتاد والارواح رامعا قامت احدى فصائل كثيرة حمز الخطيب في قرية الجانودية بالتصدي لحملة الاعتقالات التعصفية والنهب والتخريب لممتلكات الشعب الاعزل واوقعت فيها خسائر فاتحة بالارواح والمعدات خامسا قامت احدى فصائل كثيرة الشهيد ابراهيم القاشرش للتصدي للامن والشبيحة المدعومين من الجيش في منطقة الحردة واوقعت فيها خسائر كبيرة بالارواح والمعدات ان الجيش السوري الحر يعاهد الله ويعاهدكم على المضيف التصدي لعصابات بشار الاسد وزبانيته من الامن والشبيحة ومن باعه انفسهم من الجيش حتى سقوط نظام هذا الطاغية الخائنة لله والشعب